وين محسوبين على البلد لكنهم يدخلوا كمان في نفس هذا الإطار الشائعات شائعات كاذبة هنا وهنا وكله عايز بالبلد يعني ايه احنا عايزين نضرب اسفين هنا عايزين نوقع هنا عايزين نعمل ايه ولكن هذه الشائعات على فكرة بتدي قوة وبتؤكد كل يوم كل يوم ان اللي انت بتعمله صح سواء على الهنا او حتى على هنا شخصيا وانا بقولها حتى على شخصيا طبعا كمية الشائعات بقى الهومين ثلاثة ومواقع متواطئة مع اللي بيروجوا هذه الشائعات مواقع يعني غريبة جدا مستغرة بالحكاية دي ولكن عازة منهم اشربوا من البحر كلكوا تشربوا من البحر اللي بتطلع الاشاعة واللي بتكتب الكلام غلط واللي بتكتب الاسماء غلط واللي بتكتب مش عارف ايه غلط واللي بتقول كله اكاذيب واللي بتحطه على صفعتك وبقول لكم كلكوا شوية صراصير انا بقوله صراصير كلكوا وكل اللي بتعمله ده لا تستحقوا انت عارفين الصرصير يستحق ايه انتوا بالضبط كده فبالنسبة لي كل ده لا يؤثر اطلاقا بس الموضوع خلانا اعمل ايه لان انا من كام يوم قبل ما نروح موسكو قلت موضوع مهمة اوي وحسيت قديب خطورة هذا الموضوع واهميت هذا الموضوع ان احنا لازم نشتغل عليه وان احنا ضربين في السوادة اللي هو ايه الموضوع لما انا قلت كل واحد شاركة في برلمان الفين واثناشر او تواطأ مع الجماعة الارهابية او اتحلف معاها او اتكلم او ساعتهم او كان يدور هطلعوا الصوت وصورة على الهوى اتكلم عنه وحضراتك تبقى عارفينه عشان لو فكر ينزل في لحظة الانتخابات تبقى عارفين ده مين قلت الجملة دي ووجدت هذا السيل الكاسح من الشاعات يروج الدنيا كله يقول لك ايه الموضوع تضحك ايه اتحك يعني اقول لكم يا جماعة حتى ده فيه ناس كاتبين الاسم غلط اسمي غلط وكاتبين اسم الشركة يعني حاجات كتيرة فلازم تاخدها جدا وترميها تحت رجليك اشتركوا في القناة